السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا جماعة ربتكن بخير? ده اعلان عن الكورس الجديد القادم الخاص بالامرجنسي راديولوجي. الحقيقة ده بناء على طلب كثير من الزملاء ان احنا ندي كورس خاص بالامرجنسي راديولوجي. آآ نظرنا طبعا ليه اهميته. فان شاء الله ربنا نسهله ونعمله الشهر اللي جاي. آآ بالتحديد هنبدأ ان شاء الله يوم سبعتاشر آآ فبراير آآ الفين اربعة وانشرين. بازن الله. تفاصيل الكورس قبل ما تفاصيل الكورس حاب اذكر الناس بالكورسات اللي احنا ديناها لحد دلوقتي. واللي متاحة تسجيلات واللي حابب بيعرف تفاصيلهم آآ وكل الديتيلز بيبقى يطر يتواصل مع منصق الكورس آآ على رقم آآ الواتساب ده. آآ كان الكريش كورس اللي هو الخاص بالامتحانات. ده الكورس الخاص بكل أساسيات آآ ومبادئ الـ St.T. الـ MRI من فحوصات واتكنيك وآآ Peace ده كان خاص بكيفك تبجي التقارير والاستخلصان. وفي كورس ان شاء الله هيتعمل بعد الكورس بتاع الاميرجنسي ده ان شاء الله على طول اللي هو الابلايد ريبورتينج كورس وده كورس مهم جدا للناس اللي بتعاني من آآ ان هي قلة الكتابة في المراكز او ما بتتضربش كفاية على كتابة التقارير وان ما فيش حد بيبقى آآ بيراجع وراها وان ما فيش حد بيبقى مشرف عليها في كتابة التقارير هيبقى مفيد قوي ان شاء الله هعلمنا عن تفاصيله كمان شهر باذن الله بس هيبقى بعد الكورس على طول مباشرة بعد كورس الاميرجنسي بعد ما هيخلص ان شاء الله. طيب بالنسبة لي التفاصيل كورس الاميرجنسي. تفاصيل كورس الاميرجنسي احنا بنغطي اه في الكورس ده تقريبا اه كل الحالات اللي بتجدنا في الخاصة بيه اه تروماتيك ونان تروماتيك اميرجنسي والاكيوت باثولوجي اه بيبقى عن طريق عرض حالات طبعا كل الناس اللي خلت معي كورسات بتبقى عارفة ان هي بتبقى من بتبقى دايكم كيسز مش بتبقى من صور او من من حاجات عن النت ده بتبقى دايكم على كاملة بنناقش فيها الحالة ونقدر نشوف ازاي نشخص ده وازاي ايه اهم بتاعته. طبعا احنا الكورس ده بيبقى قصير حقيقة مش طويل. اه سبع محاضرات بنغطي فيها كل المنهج اه بتاعنا اه التمانية موديولز دولت اه انكولدين طبعا الفاسكولار والبيدياتريك متوزعين اه تقريبا محاضرة كل اسبوع بتبقى غالبا يوم سبت. اه المحاضرة دي بتبقى اه لها وقت معين وبتبقى مسجلة انا بسجلها وبتبقى متاحة لكل الناس اه خلال اه فترة الكورس تقدر اسمحها لو معك بتاعه مش مناسب يدرس معها خلال فترة الكورس اه اكتر من مرة في اي وقت هو مناسب لي. تقريبا الكورس او المحاضرات اللايف السبعة دولت بيبقوا هياخدوا شهر ونص تقريبا ويبقى فيه شهر ونص اه اه ريفيجن للناس ان هي تتراجع الكورس. فتقريبا مدة الكورس تقريبا كلها اه تلت اه شهور. طيب اه كورس تم موجه من لمين? مش محتاج اقول لكم جماعة الامرجنسي ده كورس موجه لكل الراديولوجست. من اصغر واحد لاكبر واحد. اه لحقيقة لي يا جماعة? لان الكورس ده الحقيقة مش هقدر اقول اقل من كده. مش مسموح ابدا وما ينفعش نتهاون ابدا في ان احنا ما نقدرش نشخص الاكيوت باثولوجي ولا الامرجنسي. الموضوع ده يا جماعة اه فيتل جدا لو مس اه مننا الدياجنوزز فبالتالي مش مسموح ابدا ما فيش اي تهاون سواء كنت انت شغال في المستشفى او شواء كنت شغال في مراكز الاكيوت باثولوجي والامرجنسي ده تقدر بتقابلهم سواء فيه سواء كنت شغال هنا او شغال هنا. وزي ما قلت لكم ما ينفعش ان احنا نتهاون في ان احنا ما نعارش نشخص الحاجات دي لان زي ما قلت لكم الموضوع لايف سيفينج. اه بس ده كان ملخص الكورس تفاصيل الزيادة وكيفية الاشتراك و اه كل الديتيلز التانية هتلاقوها مكتوبة وموجودة مع مناسخ الكورس التواصل بيكون عن طريق الرقم ده. اه الواتساب مسج عن طريق الرقم ده. بس كده اشوفكم على خير ان شاء الله في اه محاضرات جديدة وكورسات قديمة جديدة ان شاء الله قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة